موسيقى اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها الخارطة الميدانية للقتال في البيضاء والسعدادات العسكرية لحسم معركة فيها منذ ما يزيد عن عام سيطرت ميليشي الحوثي بالتحالف مع القوات الموالية للمخلوع على محافظة البيضاء ولم تنطفئ جذوة القتال المستعرة بفعل استمرار الهجمات اليومية التي تشنها المقاومة الشعبية بمختلف الأساليب البسيطة في عدد من الجبهات مسفرة عن خسائر مادية وبشرية وحدها البيضاء تقاوم بصمت ودون ضجيج أو استجداء الدعم الغائب من حكومة من حكومة الرئيس عبدالربو منصر هادي أو من التحالف العربي الأمر الذي اعتبره محللون إهمالا لهذه الجبهة مقارنة بغيرها من جبهات القتال تتحمل مسؤوليتها السلطة الشرعية تعرضت مناطق البيضاء لهجمات وحشية من قبل ميليشيا فطالت الصغار والكبار والمنازل وطوقت بحصارها عددا من القرى آخرها قرية الزوب في قيفة رداع بعد أن كانت قد أحالت قرية خبزة إلى أطلال انتقاما من المقاومة التي انطلقت من هذه القرى وصمدت في وجه آلة الموت الميليشيوية في محافظة تعد الصباقة لخيار المقاومة الآن وبعد مرور عام وأكثر من سيطرة الميليشيا على البيضاء والسمرار الاقتتال في جبهات عدة تعد القوات الشرعية والتحالف العربي بحسب محافظة البيضاء في القيسي لعملية تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع وكما تنقل الأنباء فإن هناك تجهيزات لوجستية وعسكرية يجري الإعداد لها لحسم معركة البيضاء نتوقف مع هذا الخبر في إطار مناقشة ملف البيضاء في هذه الحلقة قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير تتجه الأحداث في البيضاء إلى مزيد من التصعيد فيضغط هاجس الحسم على الجميع فيما يكبر الخوف من المشهد الميداني المفتوح على كافة الاحتمالات على هذه الجبال يسمع صدى المعركة اليومية في ديناعم وآل حميقان ومديرية الزاهر وحتى قرية الزوب في قيفة ندع فبلغ الحد في السنزا في جبهة الميليشيا لدرجة صار من الصعب إحصاء قتلها وترميم معنويتها اعتمدت المقاومة هنا وبإمكانيات بسيطة جدا على سياسة النفص الطويل واتخذت أشكال متعددة تنوعت بين أسلوب الاستدراج والاستنزاف باستخدام الكمائن والاقتحامات المفاجئة وكذلك المواجهات المباشرة وحتى هذه اللحظة وبالتزامن مع انحسار جابهات الميليشيا في تعز وعدد من مناطق البلاد بات ملف البيضاء داهما بمخاطره وتحدياته المحافظ نايف القوسي دق جرس الإندار معلنا أن معركة تحرير البيضاء باتت حتمية وكشف القوسي عن خطة عسكرية جديدة وضعت من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي لتحرير المحافظة في الوقت القريب وقال القيسي للشرق الأوسط أن الخطة ستعتمد على تحريك اللواء 117 المعد لعملية التحرير وتأمين المحافظة وتحصينها إضافة إلى مشاركة كتيبتين عسكريتين أنهت تدريباتهما في قاعدة العند الجوية البيضاء التي تتوسد قلب اليمن جغرافيا حيث تفصل بين شماله وجنوبه تمتلك بوابات على تسع محافظات عدة وحدودا مع خمسة أقاليم من إجمالي الأقاليم المقترحة في التقسيم الإداري الجديد طبقا لمخرجات الحوار الوطني تكمن أهميتها الاستراتيجية من موقعها الذي يتوسط خارطة البلاد وإمكانية السيطرة من خلاله على منابع الثروة والطاقة انطلاقا من هذا الموقع المهم كانت البيضاء وتحديدا مديرية ردع ومركز المحافظة وجهة الميليشيا الأولى بعد العاصمة صنعاء فكانت السباقة أيضا إلى خيار المقاومة مشاهدنا الكرام لمناقشة الخارطة الميدانية للقتال في البيضاء والاستعدادات العسكرية لحسم المعركة سيكون معنا من الرياض وكيل محافظة البيضاء الأستاذ صالح الرصاص ورئيس عمليات اللواء 117 المكلف في عملية التحرير العميد محمد علي العمري على أن ينضم إلينا من مأرب قائد محور البيضاء العميد الركن مراد طريق والقياد الميداني للمقاومة في جبهة ألي حميقان عبد الباري الحميقاني نبدأ الآن مع قائد محور البيضاء العميد الركن مراد طريق مساء الخير سيادة العميد سيادة العميد ونحن نتحدث عن اقتراب معركة تحرير البيضاء بحسب المحافظ ما مدى جاهزية الكتائب والعسكريين من قوات الجيش الوطني لخوض هذه المعركة؟ سيادة العميد سيادة العميد هل أنت معنا؟ إذن يبدو أن سيادة العميد فقد الاتصال معنا ما ينضم إلينا الآن من جبهة ألي حميقان قائد الجبهة هناك أو أحد القيادات المقاومة عبد الباري الحميقاني مساء الخير سيد عبد الباري سيد عبد الباري إذا ما تحدثنا عن أننا نتابع كل يوم أخبار المعارك في مختلف جبهات البيضاء لكن لا نعلم مدى التنسيق والانسجام داخل أطياف المقاومة في مختلف الجبهات حدثنا عن ذلك نعم أخي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين أخي الكريم البيضاء ستبقى بيضاء بقوة رجالها وعزيمة رجالها وغنياً حياتي وشكري لقناة بلقيس وكل الجنوات الوطنية التي تهتم بشؤون الوطن والواقفة بجانب الشرعية وأبناء الشعب اليمني والشكر والتقدير لكم أخي والمدير صناة بلقيس والأخبار في الحمير وكذلك لك أخي وديه والمخرج محمد القاسم والشكر والتقدير من أصل محافظة البيضاء الشيخ نائف البيسي على الجهد الذي يبذلها ونسأل الله عنه التوبيع ومجاح وكذلك الشكر نعم أستاذ عبد الباري هل تحدثنا أكثر عن التنسيق في الجبهات بينكم وبين بقية قادة المقاومة وأطياف المقاومة في جبهات البيضاء نعم هناك تنسيق وتم التنسيق بين جيادة المقاومة في محافظة البيضاء وإن شاء الله بإذن الله نحن عائزين على تحريض ما تبدأ بأيدي المقاومة الحودية وتحريض محافظة كاملة نعم أخي ونحن بصدد ذلك نسعى ونعمل من أخونا محافظة المحافظة والأخ قايد اللواء 17 الذي تعول عليهم محافظة كثيرا بأن يأتوها ببشائر الدعم وبشائر الخير الذي تسفد أخوانهم المقاومة في جبهات البيضاء ونؤكد بأننا عازمون ومن كدر الضربات الموجعة التي تلقيتها الموليشيات العوثية من قبل المداومة معرفة البيضاء لجأت إلى البصف العشوائي في الكاتوشة وكذلك زرعة الألغام المتفجرة في الطرقات والوديان وذلك بسبب ما تلقواه من ضربات موجعة وخسائر طاضحة في المال والعتاد والأرواح ونؤكد ونبولها من خلال بناتكم الموجرة لأننا صاندين وثابتين سبوت الجبال أمام تلك الموليشيات ولن نتزعزح أو نتراجع والشعار الذي يردده المغاتلون في كل الجبهات هو أما أن ننتشر أما أن نموت إذن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبدالباري ينضم إلينا الآن قائد محور البيضاء أو يعود إلينا بالأصحة قائد محور البيضاء العميد الركن مراد طريق مساء الخير مجددا سيادة العميد كنا نتحدث عن أن هناك اقتراب لمعركة البيضاء هل تحدثنا عن جاهزية العسكرية ويعني جاهزية المعدات العسكرية وكذلك بالنسبة للعسكريين هناك هل هناك جاهزية لهم لخوض هذه المعركة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وثانيا نشكركم على الاستضافة والسؤال التغطية عندنا ليس مضبوطة ولكن مع ذلك سأقارب البيضاء تعتبر خاصرة رقوة للجيش الوطني والقوات الشرعية للوصول إلى عمق اليمن والبيضاء يعني مع الأسف نحسنا نملك إلا أن نتكلم يعني دفع السمن غالي وأشاهد الله أننا نتألم ونأسه لكل شهيد يسقط وهو ينتظر من يقدم له شيء أو يمسح دمعة أبنائه البيضاء تقاتل وتباتل قاتلت قبل الآخرين وإلا زالت تقاتل والبيضاء لو تم التركيز عليها بما تستحق لكانت أوصلتنا إلى حيث نريد ولأقتصرت الوقت والمسافة نعم سيادة العميد الآن هناك حديث من قبل المحافظ بقرب معركة تحريض البيضاء هل هناك جاهزية لدى الأدوية العسكرية المحيطة بالمحافظة بشكل عام لهذه المعركة الوحدات العسكرية الجاهزة للحركة هي الآن في النمسات الأخيرة التوقيت للحركة قرار الحركة لكن التوقيتات للحركة إن شاء الله تكون أقرب مما نتصور والأخ محافظة محافظة البيضاء الشيخ نايف البيضاء هو ابن المحافظة ويعرف يدخل ومن أين يخرج وأنا متفائل به إن شاء الله كفريق نحن وهو والآخرين سنصل حيث يجب أن نكون والبيضاء أنا أريد أن أشد على جزء المهمة ويتعلق بجانب عسكري بحث تفضل البيضاء لو أعطيت حقها لو أعطيت حقها منذ وقت مبكر لكنا في مكان لا يتوقعه ولا كنا لا يتوقعه المقابل ولو كنا أختصرنا المسافة والوقت يعني الأمور كثيرة بالنتيجة الآن بحمد الله الأمور تمشي ضمن سياق وخطط وتحضيرات عندنا وحدات عندنا ألوية نعم كفاء عندنا حاضنة شعبية ومقاومة تنتظر متى نحقق التماس بهم وإن شاء الله سنحقق التماس قريبا طيب تفضل بالبقى معي سيادة العميد أعود إلى القيادة في مقاومة الحميقان الأستاذ عبدالباري الحميقاني أستاذ عبدالباري إذا ما تحدثنا عن مدى التنسيق يعني بين جبهات مقاومة البيضاء بشكل عام هل هي جبهة واحدة تحقق تنسيق عالي فيما بينها أم أن التواصل فيما بين قادة المقاومة وأفرادها ضعيف نعم نعم الجبهات تفضل أستاذ عبدالباري تفضل أستاذ عبدالباري نعم يبدو أن هناك مشاكل من الاتصال في البيضاء سنحاول يعني معاودة الاتصال مع ضيفنا أعود إلى قائد محور البيضاء العميد الركن مراد الطريق سيادة العميد إذا ما تحدثنا عن أن مأرب تحررت الجوف تحرر أغلبها كذلك لماذا تأخرت توجهات الحكومة لتحرير البيضاء شوف أنا أريد أقول لك شيء يعني هو يرى الحاضر ما لا يرى الغائب حجم المناطق التي كان مسيطرة عليها من قبل الإقلابيين كبير جدا وكانت هناك أولويات أولويات ملحة يعني في قرب من العاصمة نتيجة وجود نابع الطاقة وجود الكهرباء إلى آخره نعم إذن يبدو أن الاتصال هناك تقطعات في الصوت من الاتصال من المأرب في قائد محور البيضاء العميد الركن مراد الطريق تحدث العميد الركن مشاهدين الكرام حول أن هناك أمل بأن تكون معركة تحرير المحافظة محافظة قريبة بعد تصريحات المحافظ نيف القيسي الذي هو من أبناء محافظة البيضاء تحدث كذلك على أن موقع محافظة البيضاء يشكل طريق سهل للدخول إلى وسط وعمق اليمن وتحرير بقية المحافظات تحدث كذلك على أن توقيت معركة التحري سيكون أقرب مما يتصوره العامة تحدث أيضا عن أن جزئية لو كانت البيضاء أعطيت حقها بوقت مبكر لكان الوضع أفضل مما هو عليه بكثير في اليمن بشكل عام نظرا لحساسية موقع البيضاء وأهميتها الجغرافية تحدث أيضا عن وجود حاضنة شعبية للمقاومة الشعبية وتوجه من قبل أفراد الشعب هناك للمواجهة الحوثيين ومقاتلتهم بشتى الطرق والوسائل انضم إلينا كذلك قبل قليل عبد الباري الحميقاني أحد قادة المقاومة من آل من آل حميقان لكن كان التواصل معه ضعيفا بسبب سوء التواصل أو سوء الاتصالات من المحافظة انضم إلينا الآن المحلل السياسي أستاذ ناصر الشليلي مرحبا بك أستاذ ناصر مرحبا بك ومشاهدك الكرام أخي الكريم هياكم الله أستاذ ناصر إذا ما تحدثنا عن محافظة البيضاء لماذا هذا التأخر في عملية حسم المعركة هناك أخي الحبيب أنت كما تعلم أن الوضع في البيضاء الميداني بشكل عام كل يوم يتطور بشكل أفضل من السابق وهناك عمليات نوعية تقوم بها المقاومة إنما التأخر هو ناتج عن عدم تحرك الجيش النظامي للمشاركة في تحرير المحافظة إلى ما تعزو ذلك هناك لواء 117 في العبر له ما يقارب 10 أشهر يتلقى التدريبات العسكرية والقتالية عدد أفراد اللواء يتجاوز 2500 جندي لكن هذا اللواء منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا زال كلواء تدريبي فقط لم يتم تجهيزه من الناحية العسكرية وإمداده بالمعدات والآليات العسكرية اللازمة للتحرك أنا أعزو هذا أقول هذا بكل صراحة أن المحافظة البيضاء لا ينظر إليها النظرة التي يجب أن ينظر إليها من الناحية الاستراتيجية ويبدو أن لدى التحالف وقيادة الدولة خطط معينة تنظي في طريق معين ربما أن محافظة البيضاء لا زالت ليست على رأس قائمة هذه الخطط لكن كما بلغني أخيرا أن خطط التحرير للمحافظة صارت شبه جاهزة وبانتظار التحرك لتنفيذ هذه الخطة خطة تم إعدادها من قبل الخبراء العسكريين اليمنيين وبمشاركة الجانب المختص من قوات التحالف هذه الخطة تم العمل عليها لفترة من الزمن هي الآن كما بلغني من أحد المصادر المطلعة أنها شبه جاهزة ونتمنى أن يتم تنفيذ هذه الخطة أو التحرك نحو تنفيذ هذه الخطة سنتحدث أكثر حول هذه الخطة لكن قبل ذلك دعني أعود إلى قائد محور البيضاء العميد الركن مراد طريق سيادة العميد يعني الرئيس وجه بتشكيل ثلاثة ألوية عسكرية للبيضاء ما الذي تحقق إلى الآن بخصوص ذلك؟ شوف يا أخي أولا نعتبر على الانقطاعات المتكررة يعني وهو حال البلد ماذا نعمل؟ نعم وبالنسبة للتوجيه بتشكيل ثلاثة أحدات عسكرية يعني بقوام ثلاثة ألوية أنا في شيء مهم أولا لم يتم البت على الأرض بخصوص هذا الشيء يعني بصورة فعلية وجادة وأقولها بالفم المليان والشيء الآخر أن الثلاثة الألوية تحتاج إلى قاعدة مادية وتدريب وأعداد وتوفير إمكانيات لتكون جاهزة للعمل يعني بحاجة إلى أوقت طويل نحن الآن ما لدينا نستطيع أن نقدم به الشيء وأحنا أحنا يعني أحنا رفعنا في الأيام الماضية رئيس الأركان يعني برؤيتنا وما نريده ورهاننا في البيضاء ليس بالحجم العسكري القوى موجودة رهاننا على واقع الألميل الشعبي وعلى فهمنا لطبيعة الأرض أيوة فهذه ستكون حجر الزاوية في طيب هناك أيضا اللواء اللواء 117 المتواجد في العبر كما أعرج عليه نعم 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 هناك 2500 جندي يعني ما الذي ينتظرونه إلى دخول المعركة ومسندة المقاومة الشعبية هناك ألوه نعم نسمع سيدة العمير ألوه أن تسألني على اللواء 117 اللواء 117 جاهز كأكبشري وكتدريب واندفاع ولكن إلى الآن إلى الآن وأنا يعني فيه قصور في مسألة التوفير مستلزمات ومطلبات العمل على الأرض وإن شاء الله أن الأيام المقبلة ستجد فيها عمل حديث من قبل قيادة القوة المسلحة ومن قبل قوة العرب وأنا عندي شعور أن فيه جدية في هذا الأيام فيه جدية لتحريك البيضاء وأنا أريد أن نوه إلى شيء أهمية البيضاء تتمثل في موقعها البيضاء تعتبر خنجر نصلي للوصول إلى ما بعد البيضاء والبيضاء الشيء الذي أيضا نفجعنا جدا نحس في أهلها أن فيهم شيء من الاندفاع وشيء من التطلع يريدون فقط أن نكون موجودين ضد بجوارهم ورهانة على الجزئية رهانة كبيرة وأسأل الله أن لا يخيب وإن شاء الله لن يخيب بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا العميدة الروك المراد طريق قائد محور البيضاء كنتمانا عبر الهاتف أعود إلى أستاذ ناصر الشليلي أستاذ ناصر بحسب علمك جبهات المقاومة في البيضاء بشكل عام هل هي متوحدة تعمل بإطار واحد بمجلس تنسيق موحد أم أن هناك نوع من الجهوية في هذه أو المناطقية في هذه الجبهات جبهات البيضاء وأكد لك والأسادة المشاهدين أنها تعمل تحت راية محافظة البيضاء واستعادة هذه المحافظة واستعادة كرامة أبناء محافظة البيضاء يعملون بتنسيق عالي فيما بينهم لا يوجد هناك أي شقاقات أو اختلافات بين قيادات الجبهات في هذه المحافظة صحيح أن هناك جبهات متعددة هي ليست جبهة مواحدة في المحافظة هناك جبهات متعددة فهناك جبهة في قيفة وجبهة في ديناعم وجبهة في طياب وهناك جبهة أخرى في الزهر الحنيقان والآن هناك جبهات جديدة في الصومعة والطفة والملاجم هذه الجبهات كلها تعمل في إطار معين وهو تحرير محافظة البيضاء ما طرحه الأخ العميد مراد طريق أشياء مهمة جدا نشكره عليها كونه قائد المحور وتكلم بمتها الشفافية أن هناك تضاطئ في عملية إعداد وتجهيز اللواء 117 هناك اتهامات أخي الكريم قد ربما أنك تريد أن تطرحها في الثانية سؤالك عن أن هناك وجود إرهاب وخلافه في محافظة البيضاء وهو ما يخشى ولذلك فهناك تأخير في عملية دعم المقاومة وأنا قلتها وأقولها مرارا إن كان لديكم أدنى خوف أو شك من هذا التواجد ونحن ننكر ذلك ونقول لكم أن أبناء البيضاء معركتهم مقدسة ومعركتهم هي السعي لتحرير المحافظة فما الذي يمنع من أن يتم دعم اللواء 117 كواجهة رسمية كجيش وطني ليساهم في عملية التحرير وتنذرج تحت إمرته وقيادته بقية التشكيلات الأخرى في جمعات المقاومة نعم أستاذ ناصر أرجو أن تتفضل بالبقى معي ينضم إلينا الآن رئيس عمليات اللواء 117 المكلف بتحرير البيضاء العميد محمد المعمري مساء الخير سيدة العميد أفوان محمد العمري أهلا وسهلا أستاذ محمد العمري المحافظ سيد العميد المحافظ نيف القيسي قال إن خطة تحرير أسندت للواء 117 ما مدى جاهزية هذا اللواء لخوض المعركة حياكم الله أولا نشكرك أخي وجيه شكرا لقناة بلقيس أيضا كما أشكر الأخ الفاضل الأستاذ ناصر الشليلي وأترحم على شهدائنا والشفاء الجرحانا والنصر لجيشنا ونقومتنا والخزي والعار للإنقلابيين الحوضة والعفاشيين مدى جاهزية اللواء 117 اللواء 117 جاهز إن شاء الله لخوض معركته ضد الإنقلابيين فنحن على هيئة الاستعداد حتى تأمرنا قيادتنا السياسية موثلة برئيس الجمهورية القاعدة الأعلى القوات المسلحة ونائب القاعدة الأعلى القوات المسلحة وقيادها العسكرية نحن جاهزون نحن من ناحية التدريب عندنا أسلحة بسيطة جدا ندرب أفرادنا والصف والجنود ونحن على هيئة الاستعداد حتى سيدة عميد هل لديكم ما يكفي من العتاد والإسناد اللوجستي لحسم معركة البيضاء لا حد الآن لا يوجد لكن أفرادنا يوجد لديهم الأسلحة تدريبية وهم على أتم الاستعداد لخوض المعركة اللهم أن تأتي الأوامر وتصرف الأسلحة البسيطة لأسلحة المشاه ونحن مستعدين أن نخوض أي معركة هناك حديث عن معاناة يواجهها جنود اليواء 117 يعني كيف سيخوضون بهم هذه المعركة معركة تحرير البيضاء في حال وجود مشاكل بداخل اليواء إن صحت هذه الأخبار نعم هناك معاناة لكن لابد من الصبر نحن لدينا قضية وقضيتنا هي يعني حق وباطل معاة الإنقلابيين لابد أن نصبر ونصابر حتى ننتصر أتت أوامر رئيس الجمهورية للنائب القايد الأعلى القوات المشلحة بصرف الرواتب وجميع الأشرحة والآليات وإن شاء الله سوف يتنفذ الأمر قريبا ونحن على هيئة الاستعداد ومعنويات لوانا قوية جدا ومرتبعات جدا أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد أعود إلى أستاذ ناصر أشليلي بحكم وجودك بالقرب من قيادة القوات المسلحة متمثلة من رئاس رئيس الجمهورية وكذلك نائب رئيس القوات المسلحة نائب قائد القوات المسلحة في الرياض أستاذ ناصر ما هي أسباب تأخر الدعم المباشر وأسباب تأخر القرار السياسي الذي بواسطته تبدأ العمليات على الأرض لتحرير البيضة أخي وجيه كما تعلم ويعلم الأخوات المشاهدون أن لدى القيادات العسكرية استراتيجيتهم الخاصة في سير المعارك وفي تحديد الأولويات لهذه المعارك نحن تكلمنا مرارا وتكرارا أن محافظة البيضة ومن شلال موقعها الاستراتيجي تشكل نقطة انطلاق وتحكم وسيطرة لجميع محافظات الجمهورية كونها تقع في قلب اليمن ونحن نتساءل كثيرا كلما سنحت لنا الفرصة مع المختصين في هذا الجانب لماذا تأخير تجهيز هذا اللواء لماذا تأخير تحريك هذا اللواء لماذا لا نقضي على الاتهامات الباطلة التي تتهم بها البيضاء بين حين وآخر ونحرك هذا اللواء الذي هو يشكل نواة الجيش الوطني من أجل أن يعمل تحت إمرته ببقية فصائل المقاومة التأخير لدى القيادة التحالف ولدى القيادة العسكرية في اليمن رؤيتهم في ذلك لكن الملاحظة في اليومين الأخيرين وبالتحركات التي يجريها مع الأخ المحافظة المحافظة مع الأخ سائد اللواء والمعنيين بهذا الجانب هنا في الرياض يقومون بتحركات مستمرة ولقاءات متكررة مع الجانب المختص في قدر التحالف ومع الأخ الفريق عليم السلح مرنى بن سائد العلى القوات المسلحة ومع الأخ رئيس سيئة الأركان اللواء محمد المقدشي هذه اللقاءات وكما قلت لك سابقا أثمرت عن وجود خطة وأن هناك خطة موضوعة وتم تدارسها مع المختصين من المحافظة وهو الأخ المحافظ والأخ قائد اللواء نعم وهذه الخطة في طريقها إن شاء الله التنفيذ طيب هناك فقط ملاحظة على ما طرح في سؤالك الذي تكرمت به عن وجود مساكل أو عن وجود معاناة لأبناء اللواء وأكد لك أن كل أبناء محافظة البيضاء الذين جاءوا من كل موديليات المحافظة للإنخراط في العمل العسكري تحت مظلة اللواء 117 وتحت إمرة الجيش الوطني هو دافعهم معروف وحافظهم معروف هم يريدون أن يساهموا في معركة الكرامة والعزة ولذلك فهم يتعالوا على كل شيء يصبروا على كل شيء لأن الهدف أسمى وأكبر من ذلك بكثير طيب اسمحني أن أتواجه بسؤال أخير إلى سيادة العميد محمد العمري الرئيس عمليات اللواء 117 سيادة العميد كيف تبدو علاقة اللواء بجبهات المقاومة في مختلف المديريات في البيضاء اللواء 117 طبعا يعني هو بدايته على أسر أنه لأبناء البيضاء لكنه اللواء هذا اللواء متميز ويضم أبناء الجمهورية اليمني يكاد يكون من جميع المحافظات وعلاقتنا جيدة بجميع المديريات وبالمقاومة التي توجد هناك وعلى رأسها المقاومة والتي تكاد تكون في أغلب المديريات لكنها هل هناك تواصل بينكم وبينهم؟ نعم هناك يعني تواصل بيننا وبينهم وخصصا الجبهات الملتهبة يعني ذي ناعم والزاهر والصو معاه والآن يعني جبهات جديدة فتحة يعني في الطفة وما جا ورها وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف يلتحم الجيش مع المقاومة الشعبية وأنا من خلالي يعني قناتكم أنادي أبناء البيضة أن يلتفوا حول قيادتهم السياسية العسكرية والأمنية وعلى أبناء البيضة أن يتمسكوا الحوار ومخرجات الحوار الوطني وأن أدعو المحافظة أن يتجه مع محافظين إقليم سبا لإنشاء يعني إدارة بحيث أنها تحل تحل جميع مشاكل أبناء إقليم سبا هذا معرب بحيث أنهم يبدأوا يحلوا مشاكل المواطنين أيضا أدعو إلى حل بعض مشاكل مشايخ أبناء البيضة لكونهم الركيزة الرئيسية الانتصار هذا مهم جدا جدا كون مشايخ أبناء البيضة مهمشين من قبل ولا نريد أن نهمشهم بعد ثورة 2011 في 11 فبراير أشكرك شكرا جزيلا رئيس عمليات اليوم 117 العميد محمد العمر يكون تمانا عبر الهاتف أعوذي الله أستاذ ناصر أشليلي بسؤال أخير أستاذ ناصر هناك الكثير من من يقول أن تأجيل معركة البيضاء يرجع إلى تقارير لوجستية بوجود جماعات متطرفة في المحافظة ما حقيقة هذه المعلومة ومدى مضوعية هذا الطرح في هذا الوقت في ثنايا حوارنا معك أخي وجيه أنا كنت قد ألمحت وأشرت إلى هذه الاتهامات التي تتعرض لها محافظة البيضاء محافظة البيضاء للأسف الشديد قدرها ونصيبها الظلم والحرمان سواء في ظل النظام السابق أيام المخلوع علي صالح وخلال فترة حكم 33 عام وأبناء محافظة البيضاء مهمشون ومبعدون عن مرافق الدولة ومفاصلها الرئيسية فلا تجدهم في الجيش ولا تجد ابناء البيضاء في السلك القضائي ولا تجد ابناء البيضاء في السلك الدبلوماسي واستمر هذا التهنيش والإقصاء يؤثر ويلقي بظلاله على نفوس أبناء المحافظة اليوم قدر أبناء البيضاء أيضا أن لا يسلموا من توجيه الاتهامات لهم وهم يدافعون عن الشرف وعن العرض وعن الكرامة وعن الأرض وعن المواطنة المتساوية وعن العدالة في توزيع السلطة والثروة لا يسلمون من تلقي مثل هذه الاتهامات بأن هناك إرهاب في محافظة البيضاء أشكرك وفي الأساس عندما جاء الحوثيون وقوات المخلوع صالح إلى البيضاء وإلى غيرها من المحافظات وجميعنا يعلم ذلك إنما جاءوا بدعوة وبتهمة أن هناك إرهاب أنهم جاءوا لمحاربة الإرهاب فهل يختقين الأمر أن هؤلاء جاءوا لمحاربة الإرهاب واليوم نسمع مثل هذه الاتهامات ممن هم محسوبون على الشرعية أنا أربط ممن هم محسوبون على الشرعية أن يوجهوا مثل هذا الاتهام لأبناء الثورة وأبناء الجمهورية أبناء محافظة البيضاء الذين لو لاهم سقطت الجمهورية بعد ثورة 22 ستمبر لو لاهم لما تم فتح فارس 70 لو لاهم لما تم القضاء على كل الفتن التي تتربص بالبلد ولولاهم أيضا لما كان هذا الزخم لأنهم يشكلوا رأس حربه في صدر المشروع الإمامي الظلامي الكهنوتي أشكرك شكراً جزيلاً أسان ناصر أشليلي النشط السياسي والإعلامي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض كما وأشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في هذه الحلقة تقبلوا تحياتي في ختم هذه الحلقة أشكر ضيوفي الذين لم يستطعون يتواجدوا معنا ولكل الضيوف الذين تواجدوا أيضاً معنا في الأخير تقبلوا تحياتي أنا وجي سمان مقدم الحلقة وكذلك زميلي معد الحلقة محمد القاسم وبقية أفراد الطاقم الفني إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر